تعالوا نشوف بقى شوية حاجات عن محمد صلاح معلومات حلوة عن محمد صلاح بفرصة الكلام عن محمد صلاح وليده هو صلاح حامد محرز زكي غالي كان لعبا بفريق مركز شباب نجريج منذ بداية الثمانينات وحتى منتصف التسعينات وكان يلعب في مركز المدافع الأيمن والليبرو بدأ حياته القروية بمدرسة الكرة بمركز شباب نجريج في بداية التسعينات وارتدت تي شيرت منتخب هولندا في أول تدريب له مع مدرسة الكرة وذلك حسب رواية محمد الغمري أول مدرب للعب في مدرسة مركز شباب نجريج استعان به الموديل الفني لمركز شباب نجريج وهو في سن الثانية عشر من أجل المشاركة مع الفريق الأول بالنادي في نهايات دورات مراجز الشباب خاصة في ظل الإمكانيات التي كان يتمتع بها اللاعب منذ الصغر رفض نادي بلدية المحلة التعاقد مع محمد صلاح بسبب صغر حجمه ونحفته ليبدأ حياته القروية بنادي اتحاد بسيون وقادته الصدفة للانتقال إلى نادي أثماسون طنطا مكولون طنطا بعدما حضر مدرب النادي لمتابعة أحد نشيء اتحاد بسيون ويدعى شريف محمد ليبدأ إعجاب وقدرات وإمكانيات صلاح ويطلب ضمه لنادي أثماسون طنطا كان طوله مترا وتسعة وستين سنتي ووزنه تمانية وستين كيلو جرام عند توقيعه لأول عقد كرة قدم في حياته الذي وقعه في شهر إبريل عام الفين وخمسة لنادي أثماسون طنطا التابع لنادي المكون العرب بالقاهرة بكى لأول مرة وهو في الخمسة عشر من عمره بعدما أصيب في رجبته قبل إحدى المباريات المهمة للنشيء المكونون والسبب كان رفض مدربه حمد نوح إشراكه في المباراة ليأخذ اللاعب جانبا بجوار الرايا ركنية للملعب وبعدها قرر حمد نوح الدفع به في الشوت الثاني وتمكن صلاح من تحويل تأخر فريقه بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف أحرازهما بقدمه اليسرى بدأ حياته القروية كمدافع أيسر وكان ترتيبه الثالث في ترتيب لعبي الجبهة اليسرى بفريق الشباب بعد السناء في ترتيب لعبي الجبهة اليسرى بفريق الشباب علي فتحي ومحمد أبو حطب ومن خلفه شريف علاء ومحمود يونس وكان سبب في تأخر مستوى مقارنة بزملائه والصفر يوميا من بسيون إلى القاهرة مما يرهقه زهنايا وبدنيا وذلك على حسب روايد سعد الشيشيني مدرب فريق 16 سنة بالمقارن العرب سجل محمد صراح 35 هدفا بدوري شباب منطقة القارة تحت 17 عاما بعدما قرر مدربه سعد الشيشيني تغيير مركزه من الجناح الأيسر للجناح الأيمن ليحتل اللاعب صدارة هدافي دوري الشباب ويتم بعدها تصعيده للفريق الأول به المقارن العرب وتبدأ قصة النجاح رفض التناول العشاء بعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة أفريقيا للشباب بسبب إضاعته الكثير من الفرص السهل خلال المباراة ودخل في نوبة بكاء شديدة وقرر دياء السيدة المدير الفني وقتها تخصيص ساعة كاملة في اليوم الثاني للمباراة لتدريبه على إنهاء الهجمات أمام المرمى ترك عرضا للسفر إلى ألمانيا لعرض نفسه على عدم الأندية الألمانية وبالفعل وافق اللاعب ولكن رفض محمد عامر مدرب المقارن العرب في موسم 2010 وقام نادي مقارن المقارنون بتحرير عقد جديد له بقيمة 40 ألف جنيه لتعويده عن رفض سفره قضى معظم وقته في سويسرا منتنقلا بين مطعم علاء الدين وهو مطعم يقع في وسط مدينة بازل وهو مطعم حبيبي وهو مطعم يقع في منطقة بيجن بمدينة بازل أكلته المفضلة هي المقارنة الإطالية بسلسل طماطم وريزوتو وهويته المفضلة لعب بلاي ستيشن وكان يلعب بفريق ليفربول منذ أن بدأ لعب بلاي ستيشن ويعشق صيد السمك ويستغل العطلات الصيفية لممارسة تلك الهواية ساعم ستيفن الشعراوي اللاعب صاحب الأصول المصرية وزميل صلاح في رومان في تحسين اللغة الإطالية لها بعدما كان يخرج السنائي لتناول وجبات العشاء سوين بأحدى المطاعم المصرية بإيطاليا وكان يقضي معظم وقته في إيطاليا بمسجد التوبة وكان يتمتع بصداقة إمام المسجد ويتعى محمد أفيز حابنا بس ندي الحراكة من المعلومات دي بعضها معلومات ندرة عن محمد صلاح نعيش أكتر جوه محمد صلاح إزاي وصل محمد صلاح للمرحلة دي محمد صلاح مر بصعوبات بالجملة بالجملة لما كان لها في الموقع العرب وكان اترفض في نادي الزمالك أنه يبقى موجود فيه نادي الزمالك بقرار فني وعلى فكرة رغم أنه الموضوع دوت دايما بيبقى فيه وهزار بس كثير من المدربين في العالم ضحوا بنجوم ورفضوا يضموا نجوموا بعكابة وأساطير وأسماء كبيرة جدا تتكلم في جوزي مورينيو ساب كيفين دي بروين تتكلم في جوزي مورينيو ساب محمد صلاح في نفس الوقت هو طلع أسماء كبيرة وعظيمة نفس المدرب فيه حاجات كده ايه ممكن القدر هو اللي بيتدخل فيها لو محمد صلاح كان لعم مثلا لنادي الزمالك والنادي الأهلي ممكن ما كانوش سابوه يحترف ما كانوش يدره الفرصة فيه تفاصيل كتيرة ما كانش هنلاقي في الآخر أسطورة محمد صلاح دي أعمال القدر دي برانة لما راح تشلسي طبعا تفاكرين السعوبات اللي وجهها لما رجع او راح إيطاليا وبدأ يتوهج مع فيلونتينا وبعدها تحديدا إيه سرومة وسباليتي اللي غير تقريبا من شكل محمد صلاح وتفكيره وبنيته الجثمانية وأداءه قدام المرمى تحديدا مرحلة إيه سرومة دي كانت مرحلة فريقة جدا قبل الانتقال إلى ليفربول الإنجليز